لا تخف، الله موجود، الله مطلع ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فياماً ظلم لا تخف، ربك موجود بل تأملوا معي هذه الآيات يا إخوة يومئذ يتبعون الداعي لاع وجره متى هذا؟ هذا يوم القيامة يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي لاع وجره الله يا أخوان تخيلوا المشهد الجبال نسفت الأرض بدلت الخلائق حشرت وجيء بالناس يتبعون الداعي من هناك من نديهم تعالوا من هنا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة لا ملك إلا ملك الله عز وجل النطيف الذي يعلم خفايا الأمور وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة يومئذ يتبعون يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قبله يعني إلا ما يسمح له الله ما رح يتكلم يا الله ما أضعف الإنسان يضعف في ذاك الموقف لكن إيش يقول الله بعدها قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اللي يجي ذاك اليوم وقد ظلم ظلم زوجه ظلم عامل ظلم خادمة في المنزل ظلم إنسان في تعامله أخذ حق ضعيف ظلم يتيم ينتبه لنفسه لازم ننتبه لنفسه لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده فيأخذ حق الشات الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا تنطح التي قرأتها في الدنيا لماذا؟ لكي كل إنسان وكل بهيمة وكل مخلوق يأخذ حقه كاملا إذن هذا هو المعنى الأول من معاني اللطيف أي الذي يعلم خفايا الأمور فلذلك أنت ماذا تستفيد من هذا المعنى الأول؟ أنك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صادق لا تظن أن ما تخفيه يخفى على الله فالله عز وجل عليم بكل شيء ألا يعلم من خلق؟ وهو أي شيء؟ وهو اللطيف الخبير قال الله وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير فأسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته هذا المعنى الأول المعنى الثاني هو تدبير أمور الخلائق بلطف بهدوء بدون ما يشعره الحين أنت الآن كإنسان قلبك هذا اللي يتحرك أكثر من ثمانين نبضة في الدقيقة هل أنت اللي تتصرف فيه؟ ما تتصرف من قاعد يتبر لك هذا القلب؟ الله لكي تعيس مرتاح هذا الهواء الذي تتنفسه من يأتي به؟ إلا الله هذا اللطف هذا تدبير الله عز وجل عينك هذا اللي تشوف فيها وأذنك ولسانك وجوارك كل يتك هذا اللي قاعد تغسل دمك كل يوم هذا كل من لطف الله يدبر الله عز وجل حياتك ومع اللطف خبرة والتدبير هذا عجيب في حياتنا يا أخوة ولذلك سأعطيكم بعض الأمثلة لكي تروا عظمة الله في تدبيرهم الله عز وجل عندما يريد أن يوصلك إلى أمر ما ويتولى هو أمرك يريك العجل مثال موسى عليه الصلاة والسلام شوفوا هذا مثال يا إخواني جميل موسى عليه الصلاة والسلام ولد في سنة كان فرعون يقتل فيها الأبناء صحيح؟ لماذا؟ لأنه رأى رؤيا أن فيه أغلام من بني إسرائيل سوف يقتله ويأخذ ملكه فبدأ يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة في السنة اللي كان يقتل فيها الأطفال ولد موسى مصيبة صح أو لا؟ أنه من يسكت البصر؟ والحرس يدورون مجرد ما يسمعون في طفل يأتون يفتشون إن كانه ولد قتلوه إن كانه ابنت خلوها فلما ولدت خافت على ابنها فيوحي ربنا عز وجل إليها أنك لا تخافين عن أبنك إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لا تخافين ابنك هذا لن يموت الآن أصبح عندها ثقة بالله عز وجل إش اللي حصل؟ الآن نجي للتدبير نجي للتدبير في شيء ظاهر أمام الأم أنه قدامها ولدها يبكي أين التدبير؟ هناك في بيت فرعون يزوج ربنا فرعون على امرأة فيحبها حبا شديدا الله يجعل هذه المرأة عقيم لا تنجي بالأولاد فتتمنى ولد شفت التدبير؟ من هناك بعيد التدبير ما هو أمام عينك ثم بعد ذلك يوحي الله لهذه الأم أنك ضعي ابنك في التابوت ورضعيه وإذا خفت عليها ألقيه في اليم فتبدأ ترضع ولدها ثم تحطه في سرير صغير كذا وتربطه بحبل فلما الله عز وجل هناك جهز الأم وجهز المرأة هناك وخلاص كل شي جاهز أطلق الله الحبل فتبدأ هي تنظر إلى ابنها وهو يمشي في هذا التابوت يسوقه الماء إلى وين؟ إلى قصر الذي يقتل الأطفال في بيوت أمهاتهم إن كادت لتبدي به أصبح فؤاد أمي موسى فارغة إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبها بالله تخيل يعني يخاف على ولدها عندها صحيح؟ الآن ابنها يذهب إلى بيت الطاغية فلما يأتي الطفل هناك يجده الحرس أول شيء ألقيت عليك محبة مني من يتصرف في قلوب الناس؟ هذا تدبير الله هذا اللطف فمجرد ما أن يرونه يحبونه ثم يحرم عليه المراضع فيبحثون عن من يرضعه فلا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه فتأتي الأم إلى بيت فرعون الطاغية وترضع ابنها تحت حراسة فرعون وتأخذ أجر على ذلك أيضا ما للانتصر؟ الله جل جلاله ولذلك نشأ في قصره وهو قاعد يلبح الأولادناك في بيوته وهو ما يدري إن الذي سيقتله هو بين يديه جارس ربيه هذا هو اللطف تدبير الله عز وجل مثال ثاني يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أراد أن يكون يوسف عزيز لمصر يعني ملك لمصر لكن يوسف يعيش في البادية في الشام وين وين مصر ويعيش مع البدو في قرية أهله كلهم في البدو يعقوب أبناء كلهم في البدو فكيف يؤتي بهذا ليوصله إلى الملك؟ لابد فيه تسلسل بعض الأحداث أول أمر يوحي فيه اللعز أو يبدأ تدبير الله بأن يرى يوسف رؤية فيقصها على أبيه فيفهم الأب من هذه الرؤية أن ابنه لن يموت لن يموت قريبا فيطبع أن الأب أن ابنه حي ما رح يموت عشان إيش؟ عشان يلتاع إني أرى يعني يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجني هذه الرؤية متى رأاها يوسفه طفل همس بها بإذن أبيه الأب الآن علم أن هناك أمر يخطط له ولكن أيضا هو يعلم أن ابنه لن يموت حتى تتحقق الرؤية الآن أصبح عنده نوع من الراحة يعقوب أخذ الولد طيب من أجل أن يصل إلى مصر يرمونه في بير لأن في قافلة ستأتي بعد شوي القافلة هذه يبغون موية وسيذهبون إلى مصر فيوصله معهم لكن يوصله مملوكا لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى جلد ما رأيكم له أن يوسف استمر بين قومه شاب جميل مع هالبدو الذين لم يصلوا إلى ملك مصر وعاش في مكانه هل سيصل إلى ما وصل إليه في هذا المقام العالي؟ نعم لكن هذا تدبير الله يؤخذ يرمى في البير يؤخذ يباع كما يباع العبيد ثم يكبر ثم يبتلى في دينه ثم يطلب من الله عز وجل أن يسجن ربي السجن أحب إليه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكون من الجاهلين فيسجن طيب الآن هو في السجن كيف يصل إلى ملك مصر؟ يرى ملك مصر رؤية فلا يفسرها إلا يوسف فالرؤية في المرة الأولى طمنت الأب يعقوب والرؤية في المرة الثانية أوصلت يوسف إلى ملك مصر من يلي تصرف بالرؤية؟ الله سبحانه وتعالى هذا هو التدبير يعني أنت تلقائك ماشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى أمور أنت ما تشعر فيها يمهد فيها حياتك في رزقك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشعر تلقاك أنت مثلا الآن ماشي في درب واشتريت لك بضاعة هذه البضاعة اللي وصلتك من اللي أتى بها من آخر الدنيا وحماها في السفن التي حملتها ثم مرت على من دولة إلى دولة ثم مرت على الجمالك ثم مرت حتى وصلت إلى التجار وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت إليك لكي تبيحها وتشتيحها أنت ما تفكر إلا بالفلوس اللي دفعتها ثم بعت فيها طيب من دبر هذا كله لك إلا الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خلونا أعطيكم قصة عجيبة يا أخوة حدثت لشاب أعرفه واتصل فيه أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي وقلت هذا اللي صار معاقب هذا الشاب كان يعني دائما يخدم المعاقين يحب يختمه كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لي هذا ويخدم هذا وحريص جدا على المعاقين دخل عني في يوم من الأيام وقال لي يا شيخ أنا معي ورم خطير في الرقبة ادع لي فأنا الآن رايح بس أودع أهلي هو من أهل جيزان قال أودع أهلي أهلي في جيزان وأرجع ثم أدخل عملية لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا وقد أصاب بشلل مدى الحياة ادع لي يا شيخ أسأل الله لك التوفيق وإن شاء الله ربي يحفظك ما يبحث عنه لن يحفظك شوفي شي اللي صار لهذا الشاب ركب سيارته وكان شاريها جديدة وانطلق على زيارة أهله لجيزان ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث بين ستة أشخاص هو ما الذي حدث له طلعت حديدة فضربته مع رقبته محل الورم هذا ضربته ودخل في غيبوبة استمر في الغيبوبة سنة كاملة فقد السمع فقد البصر فقد النطق أصبح مشلول وهو سنة كاملة في غيبوبته بعد سنة رجع له السمع بدأ الجسم ينبت من جديد سبحان الله شوي رجعت له الذاكرة كان فقد الذاكرة رجعت له الذاكرة بدأ يبصر لكنه مشلول أصيب بنزيف حاد جدا بدأ الدم يصب منه صبا فكان هذا النزيف سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك أعضاؤه سبحان الله ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي عنده نوع من اللعاقة لكنه يمشي ما الذي حدث الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورم الذي كان موجود في الرقب وشفاه الله ودبر الله حياته والآن هو طيب ولا فيهن العافية من دبر هذا هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث هذا هو تدبير الله هذا لطف الله يا أخوان يقص علينا أحد الأخوة قصة عجيبة كان فيه عمارة فيها منور تعرفون المنور وكان دائما المطر يأتي وفيه تصريف جيد في هذا المنور يوم من الأيام أغلق هذا المنور تسكر ونزل المطر غزير فبدأت المواية ترتفع 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 وتخبرون المناور غالبا يكون فيها قاذورات ومخلفات وإلى آخر فدخلت القاذورات هذه على مطبخ أحد البيوت فلما قاموا الصبح عشان ينظفون وجدوا أن هناك قطعة من البلاستيك ملفوفة ومربوطة ربط فقالوا هذه من طبيعية أخذوها وذهبوا بها إلى إمام المسجد لما نظر لها قال هذا سحر واضح أنه سحر ذهبوا به لمن يفكوا قرأوا عليه الرقية وافكوه وانتهى الموضوع من هو المسحور قد يكون المسحور دعا دعوة وقال يا رب اشفني فيدبر الله عز وجل البطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور ومحدر عنه حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونهم فينقذهم الله عز وجل إذن يا إخوان ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا فنثق بالله سبحانه يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت فما المطلوب منك إذن خلاصة ما مضى المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله فهو لا تخفى عليه الخوافق هذا واحد اثنين دائما أرفع ذيك إلى الله وقل اللهم دبر لي أمورك دبر حياتي اللهم ألقي علي محبة منك اللهم أصنعني على عينك اللهم اجعلني مباركا إذا ما كنت والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه لتجد العجب العجاب في حياتك في رزقك في صحتك في كل أمور حياتك بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان أنت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجأ إليه دائما وتصلح ما بينك وبينه لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس ومن يتق الله إيش يجعل له مخرجا هذه قاعدة تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان بس اتق الله راقب الله أصلح ما بينك وبين الله واطلب الله حسن التدهي وأبشر بالخير فالله لطيف بعباده أسأل الله تعالى يا أخواني أن ينفعنا بما سمعنا ونجعل ما قلناه حجة ترجمة نانسي قنقر